خطوات جادة لتنفيذ اتفاق الرياض أم مسكنات أولية لاستمرار الوضع على ما هو عليه التوقيع الذي مضى عليه نحو شهرين تقريبا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ما زال يراوح مكانه وإن بدأت هنا في محافظة أبيان بعض التحركات البسيطة لتنفيذه فيما يبقى الرهان الأهم على مدى انخراط الأطراف بشكل كلي في التنفيذ نرحب البنود التي عملتها دولة التحالف والمرحلة الثانية التي عملت ونزلت إلى شغره وبعض عملت إنجازات كبيرة وإن شاء الله نكون اليمن بخير لأننا حريصين على هذا الاتفاق وهو في صالح اليمن عملية الانسحاب العسكري من المواقع المستحدثة شرق مدينة زنجبار كانت أولى الخطوات ليدخل اتفاق الرياضي كما يقول المسؤولون حيز التنفيذ لكن هذه العملية تظل الوحيدة التي تمت ونأمل أن يتم تنفيذ الاتفاقية في جميع بنودها لحقنا الدماء وهذا يصبح في مصرحة الوطن الاتفاق الذي جرى بحضور قيادات عسكرية حكومية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي أقر دخول قوات الأمن العام والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة إلى مدينة زنجبار وإعادة الانتشار فيها وتأمينها بعد قرابة خمسة أشهر من خروج هذه القوات وتمركزها في المناطق الشرقية نستبشر بخير في حصول تنفيذ الاتفاقية التي تمت في الرياض بين الأطراف وعلى الأطراف للألتزام بما جاء في الاتفاقية ويجب عليهم أن يستكفوا من الصراعات السياسية التي يمستدنها للغير ونضع خدمة الوطن فوق كل شيء تنفيذ عملية الانسحاب العسكري لقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبيان وعودة انتشار القوات الحكومية في مناطق زنجبار وجعار خلق انطباعا مريحا لدى الشارع أملا في إنهاء حالة التوتر العسكري في المحافظة عموما وهو ما اعتبره المسؤولون العسكريون بالمحافظة بداية لتثبيت دعائم الاستقرار بعد قرابة خمسة أشهر من الفوضى لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان